بينضمننا الآن الزميل العزيز النقد رياضي محمد الديك نتعرف منه على الصحافة رياضية بقى بتقولي النهاردة على ماتش الأهلي واسموها مساء الخير يا حمد سلام عليكم يا كابتن وأهلا بحضرتك وأهلا بالسادر المشاهدين قائلة النادي الأهلي أهلا بي وإن شاء الله تبقى بداية قوية زي ما حضرتك كلمت يا رب إن شاء الله وتبقى إن شاء الله بناء للجمع الحالة اللي جاء إن شاء الله بإذن الله رب العين الصحافة زي ما حضرتك كلمت في الأول وقلت اللي ماتش مش سهل ومش صعب فكرة إنك إنت راجع من فترة توقف دولة طويلة شوية وكمان النادي الأهلي كان عنده مهمة أفريقية فالصحافة ريكزة على قصة نهاية بتقول إن بعد انتهاء فترة توقف الدولة حصل حالة كسل شوية عند بعض الأندية في بعض الأندية استغلت فترة توقف تصحيح الأخطاء وفي البعض الثاني بالنسبة له قد يأتي بأثر سلبي شوية فكرة إنك إنت قلت دخلت في المجرد بتاعت المطشاط وفي الحماس بعدين كانت فترة كبيرة راحة فترة طويلة صحيح خاصة الأندية اللي معندهاش مشاركات دولية أو معندهاش لعيبة كمان بالزل أو معندهاش لعيبة في المنتخبات أو في الأندية بتلعب في المسابقات القرية صحيح البداية النهاردة مع الأهرام الكابتن الأهرام النهاردة بتقولها كابتن إن الدوري هيشيل شوية حالة الكسل والنادي الأهلي رغم زي ما حضرتك كلمت عدم يعني كان عنده شوية إخفاء يعني التوفيق ما كانش معاه حالة التوفيق قدام نادي الجنة تحديدا أفقدت لقطتين نتساوى مع بيرامدز برغم أن أنت عندك ماتش مؤجل كمان فالنهاردة إن شاء الله تاتة بونت إن شاء الله النهاردة يخلوك تعتلي الصدارة وتحافظ على الصدارة الليلتا وتصدرها بفرق أهداف كبيرة عن بيرامدز يعني برضو فرق بيلك وبين بيرامدز حوالي 6 أهداف الحاجة التالية يا كابتن قالوا أن النادي الأهلي بيحاول يستعيد الأداء الجيد بغم الظروف الناس كلها بتتكلم أن الأداء بتاع النادي أهلي متزبزب شوية هي أن الناس لا تعرفش فكرة ضغط المنطشات فكرة ما حضرتك تكلمت الأهلي نعمل دياما من يومين رجع ما عملش استشفى أصلا بلحقش عمل استشفى كمال الحاجة التالية حضرتك في المحاضرات الفنيا المفضرات لكلتها بتناقش نقاط الضعف والقوة في الفريق المنافس ما حصلتش قصة نهاية معك في الأخبار يا كابتن اتكلموا أن كولر جاهز بخطة مرنة خطة تعمل بين إقاع الدفاع الكويس متزن إقاع الدفاع متزن كويس مع خطة قوة هجومية برغم الغيابات برضو اللي موجودة في الصف الفريق بتكلموا كمال على فكرة وفكرة أنك لتا بتعمل تغييرات اضطرارية أو تعديل أنك لتا تلزل لعيب مكان لعيب بسبب حالة إرهاق اللي الناس مش عارفاه يعني برضو كان لك لتا مش لعيب فمتعرفش تقيم حالة اللعيب غير المدرب اللي موجود مع اللعيب 24 ساعة وعارف حالة اللعب في التبرير الحاجة التامية يا كابتن بيتكلموا أن الكابتن أحمد سامي زي أحد أتكلمت بيعرف في لعب قدام الفرق الكبيرة وخاصة كمال اللي هو جاي من نتائج متزبزبة مظبوط عالده تعادل اتنين اتنين بالزبط تعادل وهزيمة في آخر مضش ده بالتحادس الكلدين بالزبط فبديه من نسباله فكرة كمال اللي كنت عاوز تثبت أنك لنت فرقة اللي حصل معاك ده مش فرقة تتلقى مش هو ده المستوى الطبيعي لي وخاصة كمال أنه هو معاه اللعيبة قوية بتقدر تأدي قدام الفرقة دي هاي اللي هرده كابتن كمال في الجمهورية بتقول أن النادي الأهلي عمل أكترية كويسة قدامي دياما وكسب قدامي دياما فكولر هيبني على المطش دوت تبقى حسنة كل تبدأ بالفترة اللي فاتت كمان كان عندك فترة التوقف الفترة اللي جاي الناس هتشوف الأهلي بشكل مغير إن شاء الله إن شاء الله عندك مدياما وعندك مطش ينجي كمان إن شاء الله رب Vladimir يكرر بنا إن شاء الله في المطشين ويبقى باللسبة لنا حاجة كويسة حاجة ورده التالي يكبت في اليوم السابع بيتكلمه على فكرة اللي النهاردة التأمين الصدارة إن شاء الله رب Vladimir يكرر بنادي الأهلي الله رب يكرر بلاد الأهل النهاردة ويحافظ على الصدارة بتاعته وخاصة اللي كنت عنك مباراة مهمة في مدورة أبطال أفريقيا فيه كمانا كابتل الدستور قالت للأهلية على استعادة انتصاراته المحلية على حساب سموها تكلمه كابتل على فكرة اهدار الفرص السهلة اللي مستر كولر نفسه كانواقع واتكلم بصراحة فكرة اللي كنت كمدير فني ممكن كمدير فني طلب على كسبان ما متكلمش على السلبيات أو النقاط الضعف بيتكلم بيقول أنا أكتر فريق بيوح على المرمى وأكتر فريق بيهدر فرص ودي حاجة هم تكلموا في الدستور تكلموا اللي مارسل كولر خلال المحاضرة الفنية اللي كانت النهاردة بيتكلم الناس تركز اللعبة تنتهز كل الفرص اللي موجودة قدامها في الشهوة كابتن بيتكلموا على فكرة ان المطش دوت هيبقى بروفة لهائية لمطش يانج أفريكاس لكن تبعندكش وقت أصلا بكرة اللعبة تتنرن يوم الخميس الفرق بسفرة إلى تنزانيا فدي بالنسبة لكولر هيستغل زي ما حضرتك تكلمت بعض العلاصر زي عمر السولية زي علي معلول راجعي من الإصابة فممكن نشوفهم النهاردة حسب وجهة رؤية الجهاز الفني بس تخلي بالك ده لا يعني أبدا ان ممكن اللي حيلعبوا النهاردة هم اللي حيلعبوا ماتش يانج أفنج بزبط لا طبيعا احنا بتكلم يا كابتب حتى احنا تكلمنا قولنا ممكن ملعبوش يعني حتى وفقا لرؤية الجهاز الفني وطلعنا بتكلم عن عمر السولية يلا كورة بيتكلم ان عمر السولية يرجع للنادي الأهلي او لقيمة النادي الأهلي بعد غياب 159 يوم عمر السولية حرفينا كابتن غاب 26 ماتش صحيح على النادي الأهلي في جميع المسابقات في جميع المسابقات مصابقات على آخر ماتش لعبه كان قدام حرس الحدود السنة اللي فات يوم 22 يونو صحيح الحاجة التالية في الجولة كابتن بيتكلم عن حكم المراء النهاردة كابتن محمد عدل ده تالي ماتش يدير السلادي للأهلي كان أول ماتش ليه مع المصري واللي حده الأهلي كسب آه الأهلي كسب أربعة وتالي ماتش ليه النهاردة وأول ماتش ليه أسموها عايزين ما أقول حاجة تالية اللي كابتن محمد عدل قدر ماتشه اللي قبل ك demişال القهلي واسموها القهلي كسب ماتش وتعادل ماتش منها لو التوفيين بالتوفيين آخر حجم على كابتن النهاردة في الصحافة القاهرة 24 بيتكلم على تاريخ مواجهات النادي الأهلي واسموحة هو بيقول إن الأهلي واسموحة لقبوا 31 مماراة في جميع المسابقات سواء في الكاس أو كاس الرابطة أو الدورة المصر بيقول إن النادي أهلي حق يبفوز 17 مرة مقابل 6 انتصارات الفهي السكندري والتعادل في 8 مرات قالوا إن برضو حاجة مميزة إن مارس الكولر مخصرش قدام سموحة وإن شاء الله يحافظ على سلسلة اللاه هزيمة قدام سموحة تعادل ماتش وكسب ماتش كابتن أحمد سامي عن ناقيد كابتن أحمد سامي بيسعى لانتصاره الأول على مارس الكولر ده كابتن بكل صحافة اللي كانت موجودة معنا وإن شاء الله نشوف ماتش كويس إن شاء الله إن شاء الله ونتمنى التوفيير للنادي الأهلي ولينا لقاء بعد المباراة إن شاء الله شكرا لحظة الكابتن